البداية بالتفاؤل ليه؟ لأنه أهلي وزمالك في نوفمبر على طول القضية ممكن حضره هو عموما وش نوفمبر على لقاءات القمة كله في مصلحة الأهلي فإن شاء الله بإذن الله يعني تكون مواجهة كده تفرح جماهير نادي الأهلي وتفرح جماهير نادي الأهلي لأنه زي ما قلت لحضراتكم ده ممكن يكون أول اختبار حقيقي أول مباراة صعبة للأهلي في الموسم اللي جاي كله وعايز أقول لكم أن الموسم أغلبه هيكون مطبط صعبة نتمنى إن شاء الله أن مستر موسماني يوفق ويمكن واحدة من النقطة اللي بتصبه في مصلحتنا أنه الزمالك كتيم كتاب مفتوح سواء كفكر جهاز فني أو أوراق موجودة عند الفريق أما بالنسبة للنادي الأهلي احنا بنتكلم على حالة من حالات المبهمة يعني ما تقدرش تعرف ويمكن أغلب يعني أو معظم جبهي النادي الأهلي ما تقدرش تعرف النهاردة الطريقة اللي هيلعب بيها مستر موسماني ولا التشكيل اللي هيختاره لمواجهة نادي الزمالك ونحاول نقرأ كده بين السطور مع عظيفنا طبعا النهاردة في سادسة واحد من نجوم النادي الأهلي اللي هنقرأ معاه تفاصيل مباراة كابتن نحمود سمير بشرفنا أهلا وسهلا بحضرتك حبيبي بتشرف لما يكون متواجد معاك شرف لنا دايما مباراة سهلة ولا صعبة من وجهة نظر كابتن نحمود لا ما فيش شك ما ينفعش مباراة كم نقول عليها مباراة سهلة مباراة صعبة جدا لا على فكرة فيه مطشط كتيرة جدا قمة كنا بنقول عليها احنا كالجمهور سهلة بس النتيجة غير كبق يعني كنا بنبقى نزيم نقول هنكسب نختلف مع بعض على هنكسب كاب بس النتيجة ساعات بتبقى غير متوقعة لكن في معظم الأوقات الحمد لله نادي الأهلي بيبقى قدم مباراة القمة وبيفرح جمهوره وده اللي احنا متعودين عليه كجمهور نادي أهلي من مجلس دورة نادي أهلي ولعبة نادي أهلي احنا اتفقنا حطينا قاعدة كده من أول الموسم في السادسة انه مفيش مباراة هنالعب النادي لأهلي الموسم ده كله مباراة سهل اي ان كان الخصم مين وانكت البطولة اللي احنا منعبها ايه بس على مدار التلاث سنين اللي فاتوا والدهوري كل سنة بتصعب بتطلع فرق قوية بعكس السنين اللي فاتت تلاث سنين الأخار كان ممكن اي فرقة بتطلع بتهبط تاني لكن دلوقتي انت الفرق اللي بتصعد عندها امكانيات مادية كبيرة جدا بتجيب عناصر وتعمل صفقات كبيرة جدا فبتظهر بشكل كويس في الدوري الممتاز زي سيراميكا للمساعد وفيوتشر السنة دي فارقه فالدوري بقى صعب مفيش مباراة أهلي زي ما انت بتقول طبعا السنة دي بالأخص الدوري بقى صعب جدا الفرقة كلها بديها بدايات كويسة جدا موفقة فرقة على الأسبوعين الأولينين لأ فرق كتير شغلها بشكل كويس جدا فما فيش شك مباراة أهلي زي مالك مباراة كمه الناس كلها مستنيه يوم الجمعة فرقتين فرق كبار على مستوى الأفريكي ستة بونطن لاتنين كل فرقة نادي الأهلي نادي الزي مالك عايزي بقى أول الدوري ويركب الجدول من بدري بتمنى لنادي الأهلي التوفيق طبعا في مباراة كمه زي دي زي ما حالك قلت كان مهمة جدا نادي الزي مالك دلوقتي كتاب مفتوح الناس كلها عارفة تشكيل نادي زي مالك بيلعب به طريقة اللعب سواء زيزو بن شرقي أوباما أو مصطفى فتح لو متواجد والفرود سواء عمر السعيد يعني أو سيف الجزيري لكن الأهم أن نادي الأهلي الموسم اللي فات كان هو كتاب مفتوح لمعظم الفرق السنة دي بداية النادي الأهلي ممكن تكون مش بالشكل اللي ياليك بالنادي الأهلي اللي احنا مستنيينه لحد دلوقتي لكن هو ما بقاش كتاب مفتوح ما بقيتش عارف مين ممكن يلعب خاصة في النواحة الهجومية سواء ميكسوني برستاو أنا هكلمك في ده على موسم